عمليات هدم جديدة نفذتها آليات الاحتلال صباح اليوم في قرية الديوك التحت شمال غرب أريحة استهدفت خلالها ثلاثة منازل وعدة جدران في الوقت الذي كانت تقطر فيه ما تسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية منازل أخرى من الساعة ستة ونصف الصبح طاحت دوريات الاحتلال برفقة ثلاثة جرفات وقاموا بهدم ثلاث منازل بالإضافة لأسوار استنادية وعقب ما طلعوا نزلت الإدارة المدنية رجعت حطت لباقي البيوت كمان اختارات يعني مش مدشرين حدا بحالة وبالإضافة لهذا كمان آجوا وحطونا مستوطن على الجبل وكان واليهود موجدين كمان نزل بيرع على الأغنام بين الشجر وبين المزارع وبحاول بتحركش بالناس اللي فايت واللي طالع واللي بحكي معاه كمان بيعتدوا عليه بالضرب وبرشوا عليه بالفلفل صباحا قامت آليات الاحتلال بستهوة بجرفات بالإدارة المدنية باقتحام قرية جيكويت تحتاني وشرعت بهدم ثلاث منازل منشئة تعود ملكيتها لمواطنين يحملون الجنسية الفلسطينية وهم من سكان بيت لحم وقامنا شاهد يعني الهدم صباح علينا من الصبحيات وما نقول إلا حسب الله ونعم الوكيل كل محاولات الاحتلال تنكسر أمام صمود المواطنين خاصة بعد جهود المحافظة وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان بانتزاع أمر احترازي يقضي بوقف هدم عدة منازل الأمر الذي أصبح بارقة أمل للمواطنين وهاجسا أمام جنود الاحتلال الذين كثفوا من عمليات هدمهم كرد فعلا على هذا القرار